أهلا بكم مشاهدين الكرام أهلا بكم أسران البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من عمالقة الصبر في بداية هذه الحلقة الرحمة على كامل شهداء هذا الوطن الغالي الذي يقدم الغالي والنفيس في سبيل أرض حرة وإنسان حر التحية والمجد لأهلنا في القطاع الحبيب لأهلنا في رفح في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة في ظل صمت عالمي مريب تجاه هذه الاعتداءات وهذا الإجرام الذي يتعرض له شعبنا العظيم اليوم نتواجد إلى جانب عبد الباصد معطان هذا الرجل الذي أمضى فترات اعتقالية عديدة داخل الاعتقال علما أنه يعاني من مرض السرطان يعاني من سرطانين سرطان الاعتقال والاحتلال إضافة إلى المرض ربنا يشافيك ويعافيك وحمد الله عسلاك ما يسلمك الله يخليك شكراً إليك الله يخليك اليوم إحنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر بش المرة الأولى اللي منستضيفك فيها بش المرة الأولى اللي منحكي فيها عن ألم ولكن هذه المرة الألم مرئي إحنا منشوف اعتداءات الاحتلال بعد فترة وجيزة من تحرك ما زالت علامات الاعتداء ظاهرة على عبد الباصد معطان علما أنك تعاني الأمرين أصلاً بفعل المرض يعني أولاً الحمد لله رب العالمين الذي منع لي وأخرجني من هذا السجن الظالم أهله والرحمة كما تفضلت لشهدائنا جميعاً وآخرهم كان يعني مجاز الرفح ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على شعبنا السكينة والهدوء والحرية وأن يجنب شعبنا هذا الاعتداء الظالم المجرم الغاشم عليه وطبعاً يعني أسأل الله سبحانه وتعالى من كل كلبي أن يمن على أسرانا بالفرج لأن الأسر الآن في مطحنة الأسر الآن يعانون وأنا جزء من هذه المعاناة يعني في المحصلة صحيح يعني اجتمع علينا يعني المرض واجتمع علينا ظلم الاحتلال واجتمع علينا يعني كلة الطعام والشراب والضرب والاعتداء لكن يعني في المحصلة أمام يعني ما يحصل في غزة وفي جنين وفي طل كرم وفي يعني كافة محافظات هذا الوطن الحقيقة يعني ينسينا هذا الألم وإحنا يعني نقف يعني إلى جانب شعبنا في كل ألامه وفي كل معاناته ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني على هذا الفرج الذي كان ممزوج بالألم بالاعتداء اليوم أخي عبدالباصط إحنا منا نحكي عن إضاءات للناس اللي بتتابعنا عبر برنامج عمالك الصبر الإضاءة الأولى إلها علاقة بالاعتداء اللي يعني واضح على وجهك واللي تم قبل يوم واحد من ترويحتك تحكي لأستاذ المشاهدين عن هذا المشهد والله يعني هو اعتداء لئيم ويعني يبدو أنه كان مبيث يعني له أنا يعني بلغت قبل إطلاق صراحي يعني قبل انتهاء مدة تنديدي بيوم أنه أنت يعني مدة أربع شهور أخرى للمرة الخامسة طبعا وهيك بكون يعني قد دخلت في يعني 26 شهر من الاعتقال الإداري نعم تفاجأت الحقيقة أنه قيل لي أنه في إلك يعني إطلاق صراح في 19 من هذا الشهر نعم بعد يعني تقديرا بعد العصر لأنه ما معنى ساعات والزمن يعني يجري ولا نشعر به لا نحس بالزمن الحقيقة فقالوا لنا ترويح إفراج فيعني خرجت تجهزت وطلعت أخذوني على عجل ثم يعني اكتشفت أنه لا يعني ما في إفراج يعني بقيت مقيدا مقيد اليدين والرجلين يعني ومغمى على عيني يعني مدة أكثر من ساعة تقريبا ساعة ونصف يعني في المخلول المكان اللي يعني بتم إجراءات الإطلاق الصراح الأسرى منه ويعني خنقول بعد تقريبا ساعة ونصف أعادون إلى القسم ويعني فور دخولي إلى يعني منطقة اليومان اللي هي المكان اللي يعني ما فيه كاميرات واللي يعني بتم مراقبة ساحة القسم منه بمجرد ما دخلت تفاجأت أنه في مجموعة من السهرية مقنعين ملثمين فبدون سابق إنظار بدون ولا أي شيء يعني انهالوا علي ضرب ضرب مبرح على الوجه على كافة أنحاء الجسد المتهالك البالي المتعب فأنا يعني غبت عن الوعي يعني أنا يعني يعني ممكن أول لك متين أو ثلاثة بس كنت صاح فيه وبعدين غبت عن الوعي ما صحيت إلا وهم بجر في باب الغرفة أسير بعاني من السلطان بهذا الكم من الضرب والاعتداء هذا استهداف بالقتل والله أنا يعني أنا بقول يعني فترة الحرب الحقيقة يعني استخدموا كل الأساليب ويعني أنا بقول الله نجانا ونجى يعني كثير من الشباب لأن أجساد الأسرى اليوم يعني بالية متهالكة يعني أكلهم الجوع التعب أنهكهم وبالتالي يعني الأسرى الحقيقة يعني واقعهم مأساوي جوع كلة أخبار يعني موضوع النظافة ما في خروج الشمس لا ترانا كل هذه العوامل الحقيقة اللؤم التعامل معنا يعني التعامل معنا بشكل لئين جدا كل ذلك الحقيقة تجتمع على الأسير فيعني وبالذات في النقب يعني النقب الحقيقة مطحنة الأسرى كل ذلك الحقيقة أوهن يعني أجساد الأسرى وإن كانت يعني أرواح الأسرى يعني رائعة وجيدة يعني الناس متماسكون المعنويات عالية عالية جدا وهذا طبعا يعني سر يعني سر الفلسطين إن الحمد لله يعني نفسيته رائعة ومعنوياته دائما يعني رائعة متجددة صرت تشوف نفسك بعيون الآخرين بعيون الزملاء والزملاء بعد أشهر بطلوا يعرفوا بعض قلنا نحكي قبل التصوير عن حادث معك مع والد زميلنا معتز السوداني أخونا فلاح السوداني اللي موجهنا كل التحية وميتمنى إلى ولكامل أصلنا الحرية الأسرة بيعرفوش بعض بطلوا يميزوا بعض صحيح وأنا يعني حادثت أخونا فلاح ربنا يفك أسره وأسر كل الشباب يعني أخ صديق وعزيز وصاحب روح وظل يعني رائعة دخلت إلى الزنزانة وكنا ننتظر يعني زيارة محامي فلما أدخلت إلى الزنزانة كان موجود فيها فلاح ابو المعتز ومجموعة من الأسرة ولا أخفيك أنه يعني أنا معرفته مهمة ما يعرفوني مع أننا احنا أصدقاء يعني من قبل لكن فعلت بنا أيام السجن يعني فعلها غيرت معالمنا غيرت أشكالنا وكما قلت يعني ما في حمام زي البشر ما في يعني مرآة ننظر إليها يعني على الأقل نشوف حالنا صح صور ضعف يعني بادي على وجوهنا يعني أحوالنا يعني تغيرت تبدلنا أبو المعتز في النهاية بادر بكل منين الحج فأنا يعني بقول أنا من وين الحج طب أنت مين يعني معلش أتعرف عليك فأنا يعني على طول سألته وقال لي والله أنا فلاح أبو المعتز بقول له إذا ما شو بتحكي طب ما أنا عبد الباصد فلحظتها قمنا على بعضه يعني هيك وأدمعت عيوننا إنه أنا مش عارف فلاح يعني صديقنا وزميلنا وهو مش عارف لي يعني من أشهر كنتم مع بعض كنا مع بعض وانبسطنا ويعني إلى آخره فتصور يعني كديش يعني قسوة السجن وهذه حالة عامة وهذه حالة عامة وتكررت وأنا بقول لك وذكرت لك يعني أكثر من حادثة تكررت إنه الشباب فعلا ما يعرفوا بعضهم لما شافوا بعض لما شفت صورك للمرة الأولى لما شفت نفسك على المرأة للمرة الأولى بعد أشهر قليلة داخل سجون الاحتلال هل كد واضح التعب الألم العذاب واضح المرار اللي تعرض له الأسير داخل سجون الاحتلال؟ والله يا أستاذ يعني صحيح يعني أنا لما شفت حالي ويعني وقفت أمام الحقيقة المرة أدركت كديش الأسرة يعني أكلت منهم هذه السجون بالذات يعني ما بعد 7 أكتوبر وكان يعني المؤسف إنه ما كناش مدركين وإحنا في الحدث حجم الألم إلا لما روحنا لما أنا شفت على المرأة أنا كيف ومين أنا وشكلي وإلى آخره قلت اللهم أكبر الآن يعني يعني هذه التضحيات أو هذه المآسي اللي يعني خنقول يعيشها الأسرة ينبغي أن توثق لتوثق حالة وحجم الاعتداء الذي جرى والذي يعني خنقول وقع على هذه الشريحة من شعبنا شريحة الأسرة فيعني كانت مؤلمة الحقيقة ولكن يعني في النهاية يبدو أنه فلسطين يعني غالية جدا 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 ولم ندرك حجم يعني خنقول غلاوة هذه البلد وبالتالي يعني بدنا نفهم أنه يعني التضحي لابد منها والناس فينيها بدأت تدفع الثمن عاصف الرفاعي شهيد عاصف الرفاعي تم إهماله طبيا لم يتلقى العلاج الكيماوي استشهد وليتضحة تم إهماله طبيا لم يتلقى أي علاج سواء بيوروجي أو كيماوي واستشهد عبد الباصط معطان أمامنا مريض سرطان أيضا شاهد على منع أي تلقي للعلاج هذا صحيح أنا يعني ما قبل الحرب تقريبا بشهر لم أدخل عيادة السجن يعني إحنا بنحكي عن قريب التسع شهور أنا ما دخلت فيها عيادة السجن أبدا ولم يتم التعامل معي أصلا كمريض ومش بس أنا وبقيت المرضى عشرات إذا مش مئات الأسرة في سجن النقب اللي يعني تعداد يعني أكثر من 1500 إلى 2000 أسير المئات من الأسرة المرضى في النقب ما وصلوا للعيادة أصلا إدارة السجن بترفض تخذهم على العيادة بترفض تتعامل معهم على أنهم مرضى وبالتالي يعني هذا واقع الحقيقة جديد واقع يعني خنقول يعني إمعان في ظلم والاستهتار بالأسير الفلسطيني اللي طبعا يعني ناس الله سبحانه وتعالى أن نحفظنا يعني إحنا الحقيقة تسلحنا بالأمل وبثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذه المرحلة والحمد لله أننا تجاوزناه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحفيش أول ممرض لك علاج جديد لعبد الباصد معطان حدثنا عنه قبل التصوير لهذا الجرح في وجهك لو تحدث السادة المشاهدين مدى الاستخفاف في الألم الفلسطيني يعني المؤسف أنا بدي أحكي يعني حادثتان الأولى أنه يعني بعد أن ضربت و يعني أدخلت للغرفة يعني مضروب وقد يعني خنكول انتفخ يعني وجهي بشكل يعني بشكل كبير هيك يعني الشباب بيحكولي إيش هذا فنادوا الحفيش حضر الحفيش بعد يعني طبعا يعني محاولات عديدة فبيحكولوا الشباب يعني هذا ضرب الآن ويعتدي عليه وطلع كيف وجهه فبدنا على الأقل أي إشي يعني يسكن الألم يعني يخفف هذا الضرب وكان يعني النتوء واضح وبارز بشكل كبير فقال لهم عادي ما فيش أي مشكلة يعني وضع مليح يعني ما في حاجة ما في داعي هلقيت الشباب قالوا لي طبعا يعطينا على الأقل ثلج فضحك تبسم قال لي الحديد تاع البرش بارد شوي حط وجهك عليه بتخف حرارتك هذا الوجه الحقيقي للهتلال هذا الوجه الحقيقي والحادثة الثانية أنا أشهد أن عشرات الشباب جروحهم تقرحت جلودهم تقرحت نزفت دمًا نزفت قيحًا وما أعطوهم ولا أي نوع دواء ولذلك يعني هناك مجزرة للأسرة مجزرة جلد أمراض جلدية للأسرة وهؤلاء الشباب الحقيقة يحتاجون مننا إلى وقفة وإلى فضح هذه الممارسة حقيقة بحقهم كل احترام إليك نعم هذا هو الإجرام الحقيقي لهذا المحتل وهذا الوجه الحقيقي لهذا المحتل الذي يبطش بكامل أبناء شعبنا شهادات مريرة نوثقها عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر الاعتداءات الاحتلالية تواصلت حتى الرمق الأخير حتى في بوسط الترويحة يتم الاعتداء على الأسير وهذا ما حدث معك إحنا تفاجأنا أنه بعد ما تم تشخيصنا وانتهينا من إجراءات السجن وحضرت قوة النحشن لنقلنا إلى حاجز الظاهرية الحقيقة تفاجأنا أنه أخذونا كنا ثلاثة من الشباب يعني مفرج عنا من سجن النقب وأدخلونا إلى زنازين كل واحد إلى زنزانة ودخلت قوة من النحشن ومع الأسف يعني اعتدوا علينا قاموا بتعريتنا أنسادنا البالية بشكل كامل بشكل كامل والحقيقة اعتدوا علينا يعني بطريقة مهينة ومذلة وأنا تفاجأت يعني أنه لحتى الرمق الأخير هذا الاعتداء وما راعوا إحنا كبار سن ما راعوا إحنا مرضى وهما شايفين كيف أجسادنا وكيف فضانا وكنا مقيدين مع الأسف فيعني يعني كان اعتداء الحقيقة يعني سيء أخي عبد البسط الاعتداءات كثير من الأسرة ما خرجوش للمحامين للزيارة لأنه وإنت طالع على المحامي في اعتداء وإنت راجع من عند المحامي في اعتداء حتى زيارات المحامين للأسير صار يعني يحاول أنه ما يطلع من كثر ما في اعتداء في رحلة عذاب متواصلة للأسير سواء في زيارة محامي أو حتى في حريته يعني يكفي أني أقول لك أنه أنا انزلت في يعني في يوم ما مثلا كان عندي محكمة فانزلتها وبقيت مكيد من الساعة السابعة صباحا حتى الرابع عصرا مكيد اليدين والرجلين إلى الخلف وقعدين على الأرض ومنعنا من دخول الحمام ما في أكل طبعا ما في شرب ما في حمام تصور يعني حدا كبير في السن ومريض مثل ما يقعد يعني هذه الساعات الطويلة فالحقيقة كانت قاسية في اليوم التالي طبعا روح التعبان أنا يعني مش قادر في اليوم التالي يعني قالوا لنا في إلك زيارة محامي فأنا يعني أنا عن نفسي رفضت قلت لهم والله ما أنا قادر تصور ما يعني ما كنت يعني بستطيع أخرج لزيارة المحامي لأنه في اليوم السابق مكثت يعني أكثر من ثمان ساعات مقيد ومرمي على الأرض ممنوع فوت الحمام ممنوع نوكل ممنوع نشرب إلى آخره وطبعا يعني عيوننا يعني مغمى فأنا يعني رفضت الخروج ومثلي عشرات الأسرة بالذات كبار السن نعم البعض منهم يعني بعض مرضى السكري اللي كان وضعهم خطير الحقيقة في الأسبوع مرة أو ثنتين كان يعني يطلب منهم يخرجوا لأياد السكري للفحص البعض منهم كان يمتنع ما بيقدر يخرج لأنه يعني عذاب رحية عذاب مع أنه قريبة كانت الأياد على القسم لكن طريقة التعامل من السهرية يعني من السجانين حقد يعني تعامل الحقيقة مع رجل كبير السن كان معنا أحد الكبار السن وعمره ستة وستين سنة كان معه سكري والله كانوا يعاملوك الأطفال يعني يشدوا عليه كالأبشات يعني بشكل يعني مذل ومهين وحيانا يعني يضربوه عندما يتوارعوا في اليومان في المكان المفي كاميرات فكان مسكين يتجنب الخروج يعني للفحص فهذا واقعنا معلأسف شهر رمضان المبارك مرقاسي جدا على عبد الباصح الموطان وعلى باقي الأسرى داخل زجون الاحتلال حتى الصلاة منعت من قبل هذا الاحتلال ولا الصلاة حفلة العقوبة إلا حفلة عندي الاحتلال إحنا منعنا من الصلاة يعني بأي شكل من الأشكال فكنا نتوارع بصلاتنا وكنا فيني حدا مني نيراكب إذا بيجي سهير وبدخل علينا يبلغنا فإحنا على طول يعني ننفض فما سمح لنا يعني بالصلاة ولا أخذ راحتنا في الصلاة ولا بالدعاء كثير من الشباب الحقيقة ضربوا في غرفهم اعتدي عليهم البعض الحقيقة يعني تعرضوا لعقوبة سحب الفراش سحبوا منهم يعني البطانية وسحبوا منهم الفرشة وسحب منهم أغراض ينام على الحديد صور ويعني قد تستمر العقوبة لأكثر من شهر بمجرد أنه كان بصلي وبعضهم ضربوا ونكلوا إلى يعني أكسام أخرى فيعني انتهكت حرمة الصلاة الحقيقة مع الأسف ويعني واضح أنه يعني ما بعد 7 أكتوبر يعني كشر الاحتلال عن أنيابه وكنا يعني نقول ضمن يعني ضحايا هذا الاحتلال حتى ساعة الإفطار كانت مجهولة بالنسبة للأسير ما هي المصيبة أنه يعني لا علاقة لنا بالزمن حتى الزمن بالنسبة لنا يعني نقدره تقديرا يعني تعرف يعني طبيعة يعني الأشياء ويعني طبيعة هذا الحائط العالي جدا أكثر من ثمانية أمتار فهذا بحجب ضوء الشمس عننا وإحنا مش عارفين مش عارفين إمتى أذن ولا إمتى ما أذنش وإلى آخره وهم أصلا ما معنى ساعات أحيانا كان البعض من الشباب يهرب ساعة وطبعا تيجي يعني مرة وثنتين وعشرة تفتشات للبحث عن هذه الساعة تصور يعني كان التحدي أن لا يكون معنى ساعة أن لا نعرف الأخبار وإحنا بعض الأخبار كنا بنعرفها بعد عشرين يوم بعض الأخبار إحنا عرفناها بعد عشرين يوم يعني بعد ما انتهى يعني الحدث كله فنعم يعني اجتمع علينا كل ذلك ربنا يكون بعون أسرانا حاليا عائلات الأسرة اللي بتاع بقوك عبر شاشة تلفزيون فلسطيني وبرنامج عمالك تصبر صحيح أن الألم كبير ولكن حتى قبل التصوير أكدت لي أنه معنويات الأسرة يعني تناطح السحب والله يعني أنا بقول الفلسطيني يعني مركب عجيب وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه رغم كل هذه القسوة يبدو أن القسوة تصنع تصنع يعني خنقول تصنع عمالك من هؤلاء الناس لأن معنوياتنا كانت رائعة جدا تسلحنا بالأمل ويعني الحقيقة انتظرنا يعني خنقول لحظة الإفراج ونحن كلنا أمل أنها قريبة وبعض الأسرة أنا لا أخفيك أنا خرجت من الغرفة فيها أربعة أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجن والله كانت معنوياتهم تناطح السحاب يتفاجأ الناس منها وقولوا إحنا عادي يعني مقابل يعني أن يقف هذا الاعتداء على شعبنا مقابل أن نتحرر يعني خنقول تحررا يعني مشرفا إحنا ما عندنا مشكلة ولذلك الأسرة بخير إن شاء الله صح ظروفهم قاسي جدا ويعني ظروف الحقيقة يعني ظروف كاهرة لكن نفسياتهم رائعة قلوبهم إن شاء الله يعني متعلقة بهذا الشعب بهذا الوطن متعلقة بأحبابهم ويعني باسمهم أنا يعني أبرك التحية لكل أهلنا ولكل شعبنا الصامد والصابر ولأهال الأسرة جميعا وطبعا يعني نترحم على شهدائنا باسم كل الأسرة ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفرج القريب العاجل اللهم أمين لما وصلت بيتك للمرة الأولى لما احتضنت عائلتك للمرة الأولى يعني الخارج من السجن مولود صحيح يعني أنا لا أقف فيك فرحة لا توصف فرحة لا توصف بكل ما تعني الكلمة من المعنى المفاجئ أن بعض الأهل ما تحمل المشهد ورؤيتي يعني على هذا الشكل فبعضهم بكى والبعض الآخر قلت لهم وين راحين ولا إشي هذا الكلام إحنا شو مع شعب يعني بضحي عشرات ألاف الشهداء إحنا في النهاية يعني موضوعنا بسيط وبالتالي يعني تسلح وبنفسية يعني طيبة ورائعة ولما شافوا نفسيتي الحقيقة يعني كسر يعني هذه النفسية اللي أنا خرجت بها النفسية المتصالحة مع باتي أولا ويعني خل نقول الراضية بقضاء الله سبحانه وتعالى الحقيقة إنه لا يعني طابت نفوس الجميع الحمد لله فتقبلوا يعني هذا المشهد والحمد لله يعني أنا الآن يعني أتابع الوضع الصحي وإن شاء الله نكون إلى خير إن شاء الله بالسلام التام وإن شاء الله بتكمل علاجك وبتشافة بشفاء كاملا بعون الله تعالى الأمانات اللي حملوك لها الأسرة أمانات يعني لشعبنا وأمانات يعني خاصة لمن كانوا معنا وتركناهم إذن هي أمانات كثيرة الحقيقة وعلى رأسها إنه ملف الأسرة ينبغي أن لا ينسى الأسير الحقيقة هو شيء يعني كنز الأسير في النهاية صبر يعني لأنه فيه هدف كبير الحقيقة الأسير جزء من هذا الشعب يعني يناله ويطاله يعني ما يطال هذا الشعب الأسير والله يا أستاذ يفكر يعني طلع يعني تفكير الأسير الدائم الحقيقة في مشاكل شعبنا نعم وهذه يعني هذه الروح الحقيقة يعني تزعلش مني احنا نفتقدها حتى خارج السجن إنما في السجن يعني خنقول عيارها عالي إنه الناس تفكر الحقيقة بهموم شعبنا ودائما يعني خنقول يترقبون الأخبار حتى لو كانت أخبار الأنقديم الحمد لله رب العالمين في النهاية الكلمة اللي بتوجهها لرفاق الدرب إذا بسمعوك عبر أي وسيلة عبر صوت فلسطين عبر الإذاعة إذا بسمعوك رفاق الدرب في مختلف السجون رسالتك الاختتامية عبر برنامج عمرك الصبر أولا يعني شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع اللي إحنا كنا نتابعه كنا نتابع هذا البرنامج ما قبل الحرب ويعني نتابعه بشغف وشوق والأسير دام ننتظر عرفتم مين اللي بد يكون لما تنزلوا الدعاية فالشباب يتواصلوا إنه هاي موجود وخلينا نتبع وخلينا إلى آخره فرسالتكم الحقيقة رائعة في هذا البرنامج وأنا بقول الحقيقة لأصدقائي ورفاقي يعني نسأل الله لكم الفرج إن شاء الله لنه الفرج يكون قريب وفرج يكون عام وشامل للجميع إن شاء الله ويعني في النهاية هذه واحدة من محطات شعبنا وإن شاء الله لن تطول إن شاء الله لن تطول كل احترام نعم بعون الله تعالى لن تطول هذه الآلام سنستذكرها بألم ولكن سنستذكر أيضا بأن هذا الشعب صاحب المبادرة وصاحب التحدي وصاحب الكلمة الفصل وهي حكاية النصر فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج أمالقة الصبر من جديد مشاهدينا مرحب بكم عبر برنامج أمالقة الصبر الآن نتواجد في منزل أستاذ عمر عساف بعد اعتقال مرير تعرض له وحمد الله على سلامتك اليوم منشوفك بكما تعودنا عليك بعد فترة ألم طويل تعرضت لاعتقالات مريرة عديدة ولكن الاعتقال الأخير كان مختلف بكل المضامين تحكي لنا عن هذا الاعتقال يعني شكرا لكم أولا ويعني أنا اليوم مضى حوالي شهر على الإفراج عني شهر وفضات أيام بالتأكيد هذا الاعتقال هو اعتقال غير مسبوق صحيح أن الاعتقال الغياب عن البيت أن تخرج دون إرادتك هو سجن نعم والسجن لا شيء فيه جيد صحيح ولكن أن تكون سجينا وفي ظروف مختلفة في ظروف قمعية غير مسبوقة هذا يضاعف من المعاناة يضاعف من معاناة ليس الأهل فقط ولكن المعتقلين معاناة ليس فقط تجاه نفسك ولكن معاناة تجاه الآخرين أنت حين ترى الآخرين يتألمون وترى الآخرين يضربون وترى الآخرين سملائك هذا كله يشكل أيضا نوعا من العذاب النفسي إلى جانب طبعا الجوانب الأخرى المتعلقة بالاعتقال صحيح نحن حاليا نشوف صورك عند لحظة حريتك الناس تفاجأت من شكل عمر عساف ما بالك في دواخل عمر عساف بعد هذا الاعتقال يعني وأنا فجأت بشكلي عند الخروج من الاعتقال لأن المرايا كانت ممنوعة وبالتالي نحن لم نكن نرى أنفسنا حتى لا نفاجأ وبالتالي كما فجأ الأهل نحن فجأنا أنا فجأت بشكلي هنا خرجت ولكن هذا الشكل دعني أقول من الداخل رغم كل الألم رغم كل المعاناة أنا في الداخل لم أهتز لشعر واحدة وأقول ذلك بمنتهى البساطة والمباشرة والوضوح لأنني أدرك أن اختيار هذا الطريق طريق النضال طريق المقاومة طريق الدفاع عن حقوق شعبنا له ثمن وندفع هذا الثمن عن طيب خاطر معاناة صعبة للغاية بتعرض لها كامل أسرانا أنت شاهد على هذه المعاناة وكنت جزء منها لفترة يعني فترة اعتقالك الإداري الأخير شاهدتك عن الظروف في سجن أوفر شاهدتك عن معاناة الأسرى المرضى في سجن أوفر في ظل الإهمال الطبي المتعمد يعني هي جوانب متعددة الحقيقة المعاناة جوانب وكونها غير مسبوقة أيضا هذا على مختلف الأصيب بدءا من الاعتقال أي حين تفجير الأبواب وتخريبها والدخول بطريقة همجية وصولا إلى المعتقل هذا كله عمليا رحلة عذاب نعم هذا مختلف عن المرات السابقة أنا شاهدت خلال عبوري من هنا إلى عطسيون ومن عطسيون إلى عوفر شاهدت حالات كثيرة تعرضت للكثير من الضرب للسير على الأقدام لمسافات طويلة وهم يضربون وبالتالي تبدأ المعاناة وتبدأ القمع ويبدأ التنكيل مجرد الاعتقال وأما في السجن فبالتأكيد أنت أشرت إلى جانب محدد وهو الجانب المتعلق بالإهمال الطبي يعني الإهمال الطبي عمليا هو مظهر من مظاهر التنكيل ولكن إلى جانبه هناك المظهر الأكبر وهو التجويع التجويع لماذا؟ لأن التجويع يشمل كل المعتقلين لا أحد يعني ناجي من هذا من هذه المعاناة معاناة التجويع أما المرضى فأنت تعرف أن هناك نسبة من المعتقلين تتعرض للمرض تتعرض للإيذاء تتعرض وبالتالي الهم العام هو التجويع الهم العام هو الاقتضاظ أصحاب الأمراض المزمنة يعني معاناة مضاعفة يعني شوف دعني حتى أيضا أكون واضحا إذا كنت تعاني من مرض مزمن ولديك أدويتك هم اضطرون لأن يعطوك هذه الأدوية أنا مثلا أخذت أدويتي معي أنا لدي قصور في عمل عضرة القلب وهذا منذ سنوات أخذه ولكن ليس هنا الإشكالية الإشكالية إذا أنت عانيت أو واجهت مسألة صحية داخل السجن هنا هي المعاناة يعني أنت طوال الليل طوال الليل يصرخ زميلك في الغرفة بأنه يتعلم أو جاءته نوبة صرع أو جاءه وجع مؤلم في أي من أعضاء جسمه ونصرخ كلنا نصرخ أين الممرض أين الدكتور أين ويقال سيأتي حين كل الليل تقضيه وأنت على أعصابك لست وحدك ولكن أنت وكل من معك في الغرفة لأنك لا يمكن أن يكون زميلك يصرخ يعاني وأنت مرتاح لا يمكن أن يكون الوضع كذلك وبالتالي هنا هي الإشكالية هذه حبة الأكمول العلاج السحري لأي شيء أو بعض الأدوية الشكلية يعني بالأمثلة الملموسة أنا تعرضت لشكل من أشكال الإهمال الطبي الذي عمليا أعتقد كان هو الأثر الأبرز بالنسبة لي وبالنسبة ربما للمعتقلين أنا بسبب قلة الطعام وبسبب قلة التغذية سقط في وقعت يعني وأنا أتحدث مع زميل في الساحة وقعت فشخد وهذا أمر طبيعي يعني أنه الإنسان وهي أول مرة أنا عمري 74 سنة أول مرة بدوك في حياتي طبعا معروف ليش ظروف كلها بما فيها قلة التغذية صحيح وبالتالي حين أعيقظوني وذهبنا إلى العيادة قام بتكبيسها بالكباس طبعا كباسة طبية يعني كباسة أسلاك لكن لم يعالجها كما يجب حين عدنا التهبت التهب كل هذا المنطقة في رأسي التهبت وثلاثة أسابيع التهبت أخذت يعني يعني ينزل منها مدي أو قيح كما نسميه بالعامية دون أي تدخل لألاج دون أي تدخل لأي علاج ونخفض ضغطي هبط الضغط ليصل الضغط إلى 90 على 55 شكل خطر على حياتي انتفخت كل المنطقة هاي تك أو نزلتها ساقت كل شعر رأسي هذا يعني صار هذه كلها المنطقة مثل كف إني نعم شوالا شعر فيه كان وزني 76 كيلو فكنت نازل حتى ذلك التاريخ 25 كيلو وبعدها بشهرين حتى عدت إلى البيت وجدت نفسي 72 كيلو يعني أنا خفض وزني 29 كيلو أنا بقول هذا هيك بشكل واضح هذه الأطنان من اللحم البشري اللحم البشري تنهشها الوحوش البشرية هم حاولوا أن يطلقوا علينا أننا وحوش بشرية ولكن من ينهش اللحم البشري هم باعتبارهم وحوشا بشري هذا على صعيد طبعا على صعيد الأشبال أستاذ عمر معاناة أيضا مضاعف نحن نعرف سجن عوفر يستقبل الوافدين الجدد كيف كانت آلام الأشبال في ظل أيضا عدم وجود تمثيل اعتقالي وهذا مسألة غاية في الصعوبة يعني هو المعاناة في ظل غياب التمثيل الاعتقالي أو ما اصطلح عليه بحل التنظيمات وعدم الاعتراف بشيء منهم هذا عمليا انعكس على كل استجن لأنك أنت عمليا إذا بدأت تطلب أي شيء بدأت تطلب بشكل فردي يعني ممنوع تقول إحنا بدنا بتقول أنا بدي هيك كشخص وهذا هم بيحاولوا يكرسوا كحالة فردية يعني هلا باجع الأشبال يعني دخلوا علينا مرة قالوا بدنا نعرف مين اللي قال هيك فأجبتهم كلنا قررنا هيك قال مين يخترح قلت له بقول لك كلنا قررنا مع بعض احنا عقل جمعي عنا عقل جماعي فهم يبدهمش الجماعة هم بدهم الفرد بدهم يجزؤون بالتأكيد الأشبال مع يعني قلة التجربة في الحياة مع حاجتهم مهم يبنوا أنسام مع حاجتهم إلى مزيد من الغذاء أو إلى الغذاء الصحي وخضوعهم للتنكيل اليومي احنا بمحكي عن التنكيل اليومي صحيح بنحكي هون عن فرق غير العدد هناك فرق مختصة بالقبع يعني فرق اللي بسموها ماتسادة ووحدة ماتسادة ووحدة نحشون ووحدة الكاتر هاي بسموها هاي ما هي وحدات مختصة بالقمع يعني لسبب أو دون سبب وعند التفتيش التفتيش اللي هو مرتين بالأسبوع على الأقل مرتين غير هذا التفتيش الروتيني مرتين في الأسبوع بدخلوا بينثلوا الغرفة بيطلقوا منها غيرها التفتيش وصل ليل ساعة أربعة الصبح الساعة ثلاثة الصبح ساعة انتين هذا كله الجو عمليا هذا كله بنعكس على كل الناس خصوصا للأشبال وطبعا بما في ذلك لما نقول الضغط العدد يعني انت غرفة فيها ست أشخاص مخصصة لست أشخاص فيها 11 فيها 12 فيها 13 فيها 10 فهي كارثة يعني سجن مخصص في 72 قسم يعني كل غرفة يفترض ان يكون فيها ستة في 12 72 بيكون في السجن 130 128 يعني الضعف ان شاء الله أشبالنا دائما أقوى من هذا المحتل وبطش هذا المحتل أستاذ عمر نحكي معك عن موضوع الوقت عن موضوع الزمن عن موضوع انقطاع أي معلومة عن الأسير داخل سجون الاحثلال الأسير لا يعرف أي معلومة عن الخارج الأسير معزول تماما عن الخارج يعني هاي معاناة إضافية هاي هو معزول عن مسألتين أو عن كثير من المسأل بس في مسألتين أساسيتين هو معزول عن أهله وبالتالي هو قلق دوما قلق على الأهل وعلى القرائب وعلى البلد وعلى شو صار فيها لدرجة انه عدد غير قليل وأنا بتحدث يعني بأسماء حتى اللي كان بيجي المحامي الزهر المحامي يقولوا الله يسطر يطلع أمه متوفي زوجته متوفي أخوه متوفي هيك فيعني هذا بيخلي فيه قلق وتوصل معلومة فقط من خلال المحامي من خلال المحامي بس لأنه ما فيش زيارات صحيح أو وفي الجديد إذا عجبني البلد يعني التوقي الجديد طبعا إلى جانب العزل الآخر هو العزل عن العالم انت عمليا ما بتعرف شو بصير برة يعني لأنه تلفونات فيش طبعا تلفزيونات فيش الراديوهات فيش يعني صدرت كلها وكل يوم تفتيش إذا عرفوا أو تسمعوا أو حدا قال إنه فيه خبر فيه قسم بيظلوا يتفتشوا تقريبا يوم يوم للغرفة للمكان المعتقد إنه فيه راديو تعالي عندما يجدوه يعني ففيه وهذا حرب نفسية حقيقية بتعرض لها الأسير في ظل هذه الظروف هي حرب على كل أصعدي هي هذا هذا الجانب النفسي من العذاب وهذا المضاف نعم هو عمليا لما بيجوع ما هي معانا لما بيشعر بعدم الأمان إنه كل لحظة ممكن يفوتها الكلب والشرطة طبعا لما نقول وحدة قبع معها عصي غاز بنادك بمبكشن بتطلق طلقات عن بعد صفر من البلاستيك اللي بيأث يعني بيخزه وبحفر في الجلد ومعهم الدروح هذول الدروح اللي بيساووا فيهن نعم وطبعا بدخله يعني بيقمعه بشكل إذا جاز أقول وحشي لا إنسانية فيه أنت تعرضت لعدة اعتقالات هذا الاعتقال شو الفرق عن الاعتقالات الثانية برأيك بإيش اختلف جوهريا يعني هو اختلف في كل شي ويعني مش بقول اختلف عن الاعتقالات اللي أنا اعتقلتها اعتقلت عدة مرات وناس أصدقائي اللي اعتقلوا بالسبعة وستين والثمانية وستين بيقولوا السجون لم تشهد مثل هذه الحالة هلا ليش المسألة مرتبطة به محاولة الاحتلال حسم الصراع بين قصيين المصطلح اللي هم بيستخدموه هذه الحكومة اليمينية العنصرية المضطرفة حسم الصراع أنا بعتقد على خمسة محاور المحور الاول هو قانون قومية اللي تجاه اهلنا داخل الخطة الاخضر نعم التنين هو توسيع الاستيطان والجنون اللي بالاستيطان استيطار رعاوي ويبتلاء شبيب التلال ومشه كله بتسمعه صحيح فيه كثير حصار غزة تدنيس المقدسات والحديث عن تدمير هوعات بناء الهيكل والجبهة الخامسة هم الأسرة أنا أعتقد هذا الهجوم الشامل الوحشي على الشعب الفلسطيني على مختلف المحاور هو يقع في إطاره ما يتعرض له الأسرة بهذا الشكل من الإجرام الفورة كما اصطلح على تسميتها بين الأسرة منعتم عنها حتى هذه الفسحة أضحط يعني حلم للأسير يعني هذه الفسحة يفترض كما هم تعارف أن تكون ساعة يومية وقيل بسبب الحرب ستكون نصف ساعة يومية أتحدى أنا أنه واحد يقول طلع في أسبوع أكثر من ساعتين ولهذين الساعتين وظيفتان الحمام وإمكانية أن تخرجه في السحة يعني فبالتالي هذا جانب مهم بس ضيف عليه زائدة فيش شمس أنا قعت أنا واحد وغيري طبعا قعت 45 يوم لم أرى الشمس لأن القسم حينما يكون ظهر إلى الجنوب يعني للشمس الظهر بيكون القسم خصوصاً الغرف التحت في الشتاء ما بتشوف الشمس والساحة ما بتوصلها الشمس وهذا بفسر على العدد الكبير من المصابين بأمراض جلدية بالتأكيد بالتأكيد هذا يؤدي إلى إصابات بأمراض جلدية وبربو وبسبب يعني الكثير من الأمراض أنا أعتقد أنه هذه الحالة مرة أخرى هي يعني لم تكن مسبوقة في أي وقت من الأوقات تصور بس على المساحة محكمة إسرائيلية تحكم أنه للسجين 4.5 متر مربع وبالتالي بيقيم الدخوة الزيادة اللي بكونوا عشرة في الغرفة اللي عشرة أسرة بيجوا بقصوا أربعة يدخوطوا برموهم بيخلوا ستة مشان إيش ستة في أربعة ونص سبعة وشين بيتم مربع نعم فهم بدهم شو يعملوا بدهم يقزموا المساحة تصور أنت على رأيك الأشبال إذا الواحد كام يغضي حاجته في الليل بده يدعس على زملائه صحيح بده يدعس على زملائه صدقني أنا بقصة القمع أنا شاهدت بعيني الدم الدم على مسافة مئة متر مئة إلى مئة وعشين متر لأنه كانوا قامعين غرف وجارينها هاي وحدة اللي سميتها الماتسادة وكنت مطلوب للمحامي وشفت الدم قطرات على مسافة حوالي مئة متر لأنه جرهم جر من باب القسم لعندي اللي بسموه المخلول لهناك جرهم فيعني مشهد بين قصين مريع تقشير له ولكن مع ذلك مع ذلك رغم ذلك أنا بقول لك أنه الأسرة يتمتعون بإرادة إرادة لماذا يتمتعون بإرادة لأنهم يدركون أن لا خيار لهم إلا الصمود هذه المشاهد التي تتحدث عنها شاهدها العالم عبر أبو غريب ولكن اليوم تتجدد في سجوننا الاحتلال والضحية هو الشاب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والكهل الفلسطيني كامل أبناء شعبنا ضحية هذا الاحتلال يعني هي في أبو غريب في جوانتانمو يعني أمريكا عملة جوانتانمو خارج الأراضي الأمريكية في كوبا من أجل أن لا يخضع للقوانين والعنظمة الأمريكية وفي أبو غريب طبعا أنا خارج الأراضي الأمريكية أيضا كي يكون خارج الاحتلال أنا أعتقد بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين أنا قلت لحقوق إنسان وقلت لمؤسسات دولية نحن لم نكن أسرى ولم نكن سجنان نحن كنا رهائن وبالتالي اليوم إلا بتحكي عن التسعة تلاف وخمسمية أو أكثر أو أقل هم رهائن يعني رهائن بمعنى لا يقرون لهم بأي حقوق ولذلك لا تصرهم لا منظمة صليب أحمر ولا أمنيستي ولا يومان رايس ووج ولا ولا أية مؤسسة ولا أية مؤسسة حقوقية أو قانونية كمؤسسة بتزور الأسرة وبتطلع على أوضاع تحاورت مع اللجان المختصة مع الصليب الأحمر بعد حريتك أطلعتهم على هذه الظروف ما تفسيرهم ما تبريرهم لهذا الصمت المريب تجاه ما تتعرض له قضية الأسرة يعني بالتأكيد أنا يعني أخذت شهادتي من عدد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة منها أمنيستي منها الضمير يعني في عدة مؤسسات محلية ودولية استمعوا مني لكل هذا يعني ووضحت لهم الذريعة اللي بيستخدموها بيحاولوا يستخدموها أنه لما الصليب الأحمر بيزور يعني المحتجزين أو الأسرة الصهايني في عند المقاومة بنخليكم بس طبعا هاي ذريعة هاي ذريعة لأنك أنت بتتدعي أنك أنت دولي مسواة بين الجناد والضحية وديمقراطية أو لا ودولي ديمقراطية ودولي عندها مؤسسات وعندها وبتدعي أنه الآخر يعني منظمة مؤسسة إرهابية مش هيك بتدعي فلما أنت بتدعي هيك استقامي على هذا أنت عليك أنك تتصرف كدولي مش تتصرف بس أنا اللي قلته وما زلت بقوله ومن هون أوصي بشكل أخوي وبشكل محبي أنه قديش بنقدر قديش نقدر نوظف نوظف بمعنى مش ندفع بس نشغل المحامين في زيارة الأسرة لتطمينهم عن أوضاع ذويهم وعن أهلهم بنقدم لهم خدمة كبيرة حتى في موضوع المحامين أستاذ عمر في شهادات كثيرة لأسرة محررين قالوا إحنا بطلنا نطلع من على المحامي للزيارة لأنه طلع على المحامي ضربتها ضرب إلنا يعني هي كل شيء بثمن نعم أنت إذا بدك كل شيء بثمن ولكن إنك إن تطمئن عن أهلك يعني تطمئن على أهلك إنه أوضعهم ميحا لأنه لكل قلق صحيح أنا حملت أمانات يعني أمانات من الشباب إنه بس بدنا نطمن على أهلنا صحيح طمنوا أهلنا عننا ما هي المسألة متبادلة لرأي حاجاي نعم هذا بدي يطمن وهذا بدي يطمن فأنا أعتقد مرة ثانية أنها مهمة مهمة الكل الفلسطيني 74 سنة عمر أساف تعرض عمر أساف لامتهان الكرامة الإنسانية تعرض للضرب في هذا الاعتقال الحقيقة لم أتعرض لضرب يعني ولا أقول لأنها قبضني ولا بطولي ولا 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 هي حظ ربما لأنه سعلني أول ما دخل هون بيقول لي يا رجل أنت أكبر من أبوه تبع السجل قلت له يعني هاي تهم المخابرات اللي معهم قلت له يعني هاي تهم أنه أنا أكبر من أبوك يعني فأنا دخلت وطلعت ما تعرضت الشخصيا بس أنا تعرضت لكثير كثير كثير من الألم والأذى للمشاهدات والمعايشات اللي شفتها نعم يعني أنا لما يدخل الكلب على الغرف اللي أنا فيها الكلب والشرطة معاه وداخلين يقمعوا وأنا يعني بحكم أعتقد مسؤوليتي الشخصية أنا وقفت وحكيت معهم بس يعني أنا في لحظتها كان ممكن أتعرض للطريب إنه إحنا فيعني على الصعيد ولكن زي ما قلت لأخر مرة أنت لما بتسمع كل يوم قسم غزة أنا كنت مجاور لقسم غزة نعم لخمسة واربعين يوم بدخلوا عليهم الحديد برجليهم بيسحبوا الفرشات وعننا سحبوا الفرشات لأسبوع من الصبح حتى المغرب من الخمسة صبح للسبع المساء وبتسمعهم بدخلوا عليهم وبصيحوا وبضربوهم وبطلب منهم يقلدوا الكلاب عم عو مثل الكلب ويطلب منهم يهدفوا للدولة العبرية قولوا تعيش إسرائيل أو عام إسرائيل حي هذا عمليا هو العذاب بذاته هو العذاب بذاته ولكن مرة أخرى بقول هذا طريق يعني كل أعتقد كل فلسطيني يختار هذا الطريق عن طيب خاطر متى كانت دمعة عمر ع السيف حاضرة في هذه الفترة حتى لو بينك وبين نفسك لا أنا بقول لك أنا المشهد اللي شفته يعني مسألتين المشهد اللي شفته لما شفت قطرات الدم قعت مع المحامي كنت في صراع داخلي بين هل مطلوب نقل هذه الصورة للخارج وفضحة ولا هذا يمكن أن يشكل رعبا للأهل نعم قلت بديش أخذ قرار هلا يعني بدي أفكر عروية فيها وفعلا أنا فكرت عروية فيها ووجدت أنه خير وسيلة هي للدفاع عن حقوقنا هي أن نفضح هذه السياسي ونفصدى لها وتشاورت مع الكثير من الأصدقاء العمر الآخر حين استقبلت الأهل ابني وبنتي يعني بالأول والأحفاد بس يعني هاي لحظتها أنت في مشاعر إنسانية وحتى لحظت يمكن أول مرة شفت محامي هو دمع وأنا دمع يعني دموعي في أنا يهو دموع يعني مش معتاد يشوفني بهذا المشهد إن شاء الله أبناء شعبنا دائما بيكونوا عنوين للعزة الوطني الفلسطيني 74 سنة مشاهدين عمر عساف ولم ينجوا من هذا المحتل كامل أبناء شعبنا تعرضوا لهمجية وقمع هذا المحتل الغاشم الذي يستهدف الكل الوطني الفلسطيني ولكن وبرغم كل هذه الآلام سنبقى نتحدى ونتمسك بالأمل إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمارك الصبر هذه تحياتي وطاقم العمل أودعكم على أمل اللقاء بكم قريبا وقد بيضا تسلون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر